جاء نزارني احد الشيوخ ما يسمى بالشيوخ انا ما عندي شيخ عندي شيخ ماكو شيخة الشيخ عندي الشيطان قل لي هم سألت الله بمحاججة بعمرك انا رح سألك سؤال قل لي هذا الشيخ قل لي هم سألت الله سؤال احرجت بي قلت بلى وما قدر الله وقلت له ما يقدر الله يسوي هل الله هو اكبر قل لي الله على كل شي قدير ما يقدر قلت له ما يقدر فتنرفز الشيخ عباله انا جاهل مثله قلت له نعم كنت في جوف الليل حينما فرقت من دعائكم ايل ووصلت الى انا عبدك الضعيف الذليل الفقير الحقير المسكين المستكين وحينما وصلت الى نهاية الدعاء ارحم من لم لا ارحم من لا يملكه الا الدعاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين افضلهم قلت له الاهي انا اردى اسألك سؤال اريد لي حاجة منك ما تقدر لها قلت له الاهي اريدك توديني المكان انت ما موجود به الله موجود بكل مكان قلت له الاهي انا اعرف نفسي مستع منك عن كل شي سويت بحياتي فاردمش المكان ما ارقيك بي كتلني هذا المستحى والندم فلم اجد مكان ليس انت فيه فيا الهي احرجتك او لم احرجك انك هذا المكان لانك موجود في كل مكان فلا تستطيع ان تجعلني في مكان انت ليس فيه من قلت للشيخ قال لي هي شي انجن الشيخ قال لي شي مخلص قلت له ما مخلص بس معلم احتاره اياي يقل لي انت المعلم لو انا المعلم تدروا اللي اش لان بس واحد يعرف مأساة العراقيين ويقعد بحي الرحمة وحي التنك بكل عراق صار حيتنك وحي رحمة يبجو يلطم على راسه ويلقي المسؤول الفلاني مرتأ وبنته تتحمل ذهب من الرأس حتى اقمس القدم علي ابن ابي طالب كان يطلع عنده عشرين فكسارة والحسن يحميه والحسين منه والحماية لابسة اسود ودير بالك بس من الثم الحماية وعدها الصخمسات والشارع تقطعه تدلنون هذا شي دلل علي ابن ابي طالب الموت كان يما قريب ويعرف كتلة بن ملجم ولكن لانه علي ابن ابي طالب يأبى ان يمشي احدا ليحميه هل تعلمتم من عليا شيء انكم تذلون الناس بحماياتكم وتذلون الناس ببيوتكم الفارهات الذي سرقتموها من جيوب الناس هذا ماذا يدلل؟ يدلل على اننا اصحاب دين نحن اصحاب فاعشة اصحاب فجر وفسوق ان الذي فعلوه الطغاة لم نفعله بل فعلنا زيادة على ذلك ويبارك لنا رجل الدين هنا او هناك فلم نسمع صوته الا عبر ورقة او قصاصة صغيرة هذا يدلل على انه معتكف يريد ان يحل قضايا الله والقدر لانه اوكل الامام علي الامر اليه يقينا عليا لن يؤكل امرا الا وامكله الله الى الامام الحجة ولذلك هذا الامر لازلنا نكتب على اهل البيت كل من طوى الدولة معاوية ودولة من العباس اخرج الله الينا دولة بعد دولة كلها تنادي يا لثأرات يا لثأرات دولة من العباس ولم ينادون بثأر الحسين ولو نادوا بثأر الحسين لم يدمدم عليهم الله بحر او عاصفة ولذلك استغفروا قبل ان يأتيكم الغضب الذي سيخط عليكم كخط القلادة على جيد الفتاة اقسموا الكم بالله والذي رفع السماوات بغير عمد لتعظون على اناملكم فتقطعونها دون دراية وكأن الموت فيه سكرات لكم عن قريب جدا يقول معلمي لقد فرغ منهم ربهم فلم يجد فيهم عابدا او زاهدا متقيا او سائرا على نهج اهل البيت ولذلك سيدمدم عليهم فيقلبوا الله عليها سعف لها وقد اقتربوا الزلزال اقسى ما يكون من القرب اني انذرتكم يوم تفرل النفس من النفس فيه احسنت المقدمة دكتور ابو علي بارك الله بك